أجرى وزير الخارجية سامح شكري لقاء إذاعيا بشأن عمل المناخ الدولي وذلك في إطار فعاليات حوار رايسينا بالهند خلال هذا اللقاء استعرض شكري الرؤية المصرية لعمل المناخ الدولي مبرزا ما يواجهه من تحديات كبيرة ارتباطا بأزمة الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية مشيرا إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ حددت مجموعة من الأهداف من أجل تحقيقها خلال المؤتمر وأهمها الحفاظ على عمل المناخ ضمن القضايا ذات الأولوية على السحة الدولية ومراعاة العدالة المناخية التي تأخذ بعين الاعتبار وضعية الدول النامية وشواغلها